أستاذ عدنان استراج قبل قليل اتطرقت إلى قضية طريق التنمية كيف يمكن أن تساهم دولة مثل قطر في إتمام أو المساعدة بتهيئة طريق التنمية الذي لا يخفى على الجميع أن قطر يمكن أن تستفيد منه كما سوف تستفيد سوريا وتركيا وإيران أيضا ما الذي يمكن أن تقدمه قطر بهذا الخصوص برأيك؟ يعني بتأكيد مصالح قطر ترتبط بالمصالح الارتكاز في مناطق العراق كمنطقة الترانزيت وصولا إلى أوروبا وهذه قد تحتاجها قطر في تقليل تكلفة تصدير الغاز والنفط إلى دول العالم بالتالي يشكل العراق بميناء الفاو أو بطريق التنمية يشكل خطا مهما بالنسبة للقطريين مثل ما يقال بتطوير تصديراته من الخارج وأيضا في نفسه خلية التأثير على الأسعار لكن أنا أريد أعرج إلى قضية مهمة ذات أهمية قصوى في تعامل قطر ودول العالم مع العراق تعرف العراق في الآونة الأخيرة خرج من تلك القوقع التي كان تفرضه عليه دول عديدة وبالتالي أصبح العراق هو الذي يقود عمليات المصالحة في المنطقة يعني تعرفه له دور كبير بين إيران والسعودية وله دور كبير الآن بين مصر وإيران وبين أيضا الأردن وإيران وأيضا بين قطر والسعودية وأيضا لديه محاولات أخرى في دول عديدة كاليمن ولبنان اليوم العراق في موازنته وضع حتى مساعدات إلى الصومال وإلى لبنان واليمن وبالتالي العراق ليس ذاك العراق الذي تنظر إليه الدول بأنه دولة فاشلة أو دولة لا تستطيع تقدم شيئا هذه الرياضة في العمل العراقي يشجع دول كقطر أن تفتح علاقات طويلة وعميقة خصوصا إذا هناك نوع من التقارب السياسي بين الدولتين خصوصا قطر وخصوصا بشخص الأمير شيخ تميم يعني يتمتع بخصوصية على مستوى كل القوى السياسية بكل صراحة أنا أحتك بقوى عديدة سواء كان الشيعية أو السنية أو حتى كردية هو يتمتع بخصوصية مواضحة بشخصيته بخدراته يعني لا يوجد أكثر من تنازل على سبيل المثال الدوحة عن تنظيم بطولة خليجي 25 وشفنا خليجي بصر وقد كان أهمية عراقية الانفتاح الخليجي والعربي على العراق بسبب تنازل الدوحة كان شيء جيد لم تفعله في الحقيقة بقيت لذلك أنا أسألك دكتور هل لدى الداخل العراقي استعدادات لتوسيع أفق الشراكة لكي يكون هناك فعلا تبادل منفعة أصبحت العملية الاقتصادية عمل فرض واقع على الأمر العراقي يعني تعرف اليوم نتكلم عن استقرار سياسي نتكلم عن نمو اقتصادي يعني هذا أمر أصبح تحصيل حاصل كثرة المشاريع والمبادرات السريعة للعراق في هذا الاتجاه هي التي تشجع الدول على القدوم يعني خلنا نتكلم عن استقرار سياسي لا يوجد دولة الآن لا تشكو من مسائل تتعلق بأوضاع الأمنية العراق خرج من الوضع الذي كان مهدد كدولة مهددة إلى دولة طبيعية حالة حالة أي دولة في العالم كتروكيا كإيران تحصل فيها حالات حتى في داخل أمريكا لكن عندما نتكلم عن نمو اقتصادي واستثماري لا تقتل في الصورة هنا هذا النمو الاقتصادي هو الذي سيوفر إمكانيات دعائم للسياسة في المنطقة ودعائم الاقتصاد يعني تقارب وجات النظر والبدء بمرحلة للإنتاج أتصور نحن دخلنا هذه النقطة وبدأنا في هذه الزيارات التي تأتي بهذا الشكل مع اتفاقيات كبيرة يعني خلي لا ننسى العراق عندما رجع من مصر 12 وزير ذهب مع السيد الرئيس الوزراء إلى مصر وبالتالي 10 مذكرات أو 13 أو 11 مذكرة تفاهم على مختلف الأصعدة هذا يعني بأن هناك تفاهم مصري وإذن هناك نوع من القبول المصري كذلك مع الأردن ما حصل مع الأردن وما حصل مع السعودية فلذلك لا نبعد كثيرا على أن العراق هذا الدور الكبير الذي يقوم به بالتأكيد قطر ستكون على رئيس هذه الدول أولا قطر تتمتع بقدرات جيدة أدب قانيات جيدة علاقات جيدة والعراق أيضا واحد في مسار تعلق بدور اللوجستي ودور الاستراتيجي وموقع الحام هذا كل يساعد على نهوض العلاقة بين كل الدول وخصوصا قطر اشتركوا في القناة